السلام عليكم اليوم سنشارك معكم طريقتي في عمل صلاطة البدينجال او الزعلوك فالي اعجباتكم الوصفة لا تنسوش تضيروا لايك وتابناو وتبارتاجيوا الفيديو سنحتاج كيلو بدينجال نغسله جيدا وننقعه نزول القشرة كلها ونقطعه ونحتاج كذلك الفلفل لا يمكنك انضيفه الأحمر والأخضر لا يمكنك انضيفه غير الأخضر او غير الأحمر ولو تكون لدينا غير فلفلة واحدة نضيفها كسع طيمادق رائع لزعلوك نقطعه الفلفل ونضيفه الدنجال كذلك نضيفه لهم نصف ملعقة ملح والماء كي نسلقهم لاننا نسلقهم تقدروا تبخرهم ونضيفهم في النار حتى يتسلق الدنجال ونحتاج كذلك الطماطم ونضيفه 900قرام يعني لن يمكنك الوصفة 600قرام يمكنك الوصفة يعني في الوصفة العبار ليس ايضا نغسلها وننقا ونقطعها نزوله البودور بعد نقطعه و من اللي نقطعه نضيف مقلات و نضيف لها الدنجال و الفلفل و نضيف تقريبا 5 دقائق و نحتاج فص كبير من التوم أو جرفو صغيرة القليل من الملح لا نكتروا لأننا قدرناها فاش بغير نسلق الدنجال و نضيف زيتون تقريبا نصف كأس لأن الدنجال او الفلفل او الطماطم كلهم يحتاجون الزيت نضيف مفق النار و نحركه و نضغطه على الدنجال نضيف ملحات و نضيف مباشرة و نضيف ملحات و نضيف مباشرة و نضيف مباشرة غير راس المعلقة دي الفلفل الأسود أو الإبزار نصف ملعقة كامون نصف ملعقة كوركم ملعقة فلفل أحمر ملعقة كبيرة قزبر و بقدونس وكذلك الحامض مصير نضيف الزيتون والحامض نضيف الزيتون والحامض حتى نضغط على الدنجال يكون دامج لنا مع الطماطم سوف نحركه حتى نشف الزعلوك دينا تماما من الماء ما تبقى فيه حتى نقطة دي الماء كل ما نشفناه كل ما جلديد نتمنى تجربوه ويعجبكم نتمنى تجربوه ويعجبكم نتمنى تجربوه ويعجبكم نتمنى تجربوه ويعجبكم نتمنى تجربوه ويعجبكم